هاي ايش؟ هاي زاوية صح؟ انت بيالك صحبي صديقي قلبي عمري حياتي انت لما رسمت هذه الزاوية الذي كانت الذي كانت حلوة لو اسماني سيد عربي والله لا يطخني هاي الزاوية هي محصورة بين ضلعين هذا الضلع اول هذا الضلع الاول وهذا الضلع نعم الثاني يا عين عليك في الها ضلعين صح يا حبيبي راح تقول يا استاذ والله صح يا عمي بتحكي جواهر ممتازة يا قلبي الضلع الاول والضلع الثاني متصلين عند اشي اسمه رأس حلو بيرسم بطمانة زاوية صح صح لاحظ انه لما اجيت اجيت رسمت الزاوية هذا الضلع الأول الضلع الاول شو بيسموه في الوضع القياسي بيسموه ضلع الابتداء شو بيسموه ضلع الابتداء يعني ايش هو ضلع ببداية الزاوية يعني صح دلاع الابتداء بيسموه اذا دلع الابتداء ف هذه الظلع الانتهاق دلع عليك اه والله زي ما بقول لك اذا دلع الابتداء ف هذه العوضgers ف بدي يكون دلع الانتهاق يا الله والله الزوايا طلعت مش قليلة والاشي المحصور بين الضلاعين هدا بيسموه زاوية الزاوية اذا اي زاوية اي زاوية إلها ضلع ابتداء وضلع انتهاء وضلع الابتداء مع ضلع الابتداء مع ضلع الانتهاء مرتبطين في نقطة نقطة الوصل بينهم اسمها رأس تسمى إيش؟ تسمى رأس أستاذ ديش بتحكي بالتفاصيل؟ ألا بحب التفاصيل أحكي فيها ما بعرف ليش هاي تسمى إيش؟ رأس رأس الزاوية لذلك لو بدي أسمي هاي الزاوية إحنا بالزمنات كيف كنا نسمي؟ لو هاذو الضلع يعني هون فيه A وهون B وهون C كنا كيف نسمي؟ نحط الرأس بالنص الحرف اللي جاي عند الرأس بالنص لأنه تسمية الزاوية مبني على الوسط الحرف الوسط مبني على الرأس تسمية الزاوية مبني على إيش؟ على الرأس فكنا نحكي هاي الزاوية كنا نعمل هيك هذا رمز الزاوية هذا رمز الزاوية اللي كنا نأخذه بالتاسع و بالعاشر كنا نحكي A B C A B C هل تعلم صديق الطالب أنه A B هو ضلع الابتداء A B عشان هيك بلشت فيه A B ضلع الابتداء و B C ضلع الانتهاء نهيت فيه و B هو الرأس B هو الرأس يعني لو مثلا أنا كنت أحكي للطلاب الزاوية A B لو سميتها الزاوية B ما حدا بيقدر يحكي لك إيش و ليش ليش لأنك أنت ذكرت الرأس أنا بهمني الزاوية وين الرأس تباحها هذا ذكرته ولا ما ذكرته بهمني إيش هذا ذكرته ولا ما ذكرته بهمني إيش لكن أنا بكتب A B C لأنها بالوضع القياسي A B ضلع الابتداء B C ضلع الانتهاء وهذا رمز الزاوية لكن لو قلت لي الزاوية B بس ذكرت رأي الرأس خلاص أنا بعرف أنه هاي الزاوية بيحكي عنها حلو حلو والله تفاصيل حلوة تمام هاي الزاوية بالوضع القياسي بالوضع إيش القياسي ضلع الابتداء طلع طلعة شبه أقول لك بقول لك ضلع الابتداء على محور إكس الموجب أووووو محور إكس الموجب آه أستاذ يعني أنت بدي يكون في عنا محاور صح هل تعلم صديقي الطالب هذا المحور ماذا يقال له هذا المحور محور X هذا الـ X الموجب هذا الـ X السالب هذا محور Y اللي هو العامودي على X المحور Y الموجب ومحور Y السالب المحورين هذولا هذا المستوى ماذا يقال له المستوى يلا يلا اللي هو مسميين اللي بعرفهم بكون قطعة اللي بعرفهم قبل ما أكتب بكون قطعة مرات بيسمو المستوى الاحداثي فيه ناس بتسمين المستوى الاحداثي والكتاب بيسمو المستوى الاحداثي ال ajustable plan او plan بس انا بحب اسموى المستوى الدكارتي شو المستوى الدكارتي طب استاذ ليش سمينا المستوى الدكارتي نسبة للعالم اللي اكتشف هاي المحاور لينارد ديكارت ديكارت اللي هو اسم الثاني أو اسم العيلي ماعرفش هو فرنسي آه لينارد ديكارت فهو العالم اللي اكتشف المستوى الإحداثي لذلك يسمى باسمه المستوى الديكارتي أو سميته المستوى الإحداثي ماعناش مشكلة فيه قالك الزاوية لما بدك ترسمها في الوضع القياسي بدي يكون ضلع الابتداء وين على المحور الموجب حلو حلو على المحور ايش محور اكس الموجب آه هذا اول شرط حبيبي قلبي حبيبي كامت دوباي حبيبي عشان ترسم الزاوية في الوضع القياسي ضلع ابتداءها احنا قلنا الزاوية لها ضلع ابتداء ضلع انتهاء ضلع ابتداءها بدي يكون على المحور اكس الموجب الرأس آه هاي الشرط الثاني الرأس على نقطة الاصل لا بتمزح الرأس وين على نقطة الاصل الرأس وين على نقطة الاصل يعني بدي يكون الرأس هون بدي يكون الرأس هون والرأس الذي يفصل بين ضلع الابتداء مش يفصل يربط بين ضلع الابتداء وضلع الانتهاء طب استاذ وين ضلع الانتهاء هسه انت مخير ممكن تضلع الانتهاء يلبس عليه يكون لابس عليه بعض بتكون هون الزاوية قياسها صفر فتح شوي ها هون بسير تبليش تجيس الزاوية 30 45 60 90 هاي عمودية وهاي وفقية هاي الزاوية 90 120 150 هاي الزاوية المستقيمة 180 12 14 125 نزلت 45 على 180 بعدين 240 270 اللي هي هيك بعدين تبليش ايدي هون تيجي 270 315 330 رجعت ضلع الانتهاء ضلع الابتداء كمان مرة بس لف لف كاملة بسر 360 اها حلو اذا يا اصدقاء الطلاب ضلع الابتداء ها بسمو ايش ضلع الابتداء حلو هاي ضلع الابتداء ضلع الانتهاء ممكن يكون هون حلو فهاي الزاوية حلو هاي بقول فرضا ممكن يكون بالربع الاول طبعا هذا يقال له الربع الاول الربع الاول هذا يقال له الربع الثاني هذا يقال له الربع الثالث اوف وهذا يقال له الربع الرابع إذن في عندنا إيش؟ 4-4 طبعاً الربع الأول محصور بين الزاوية 0 والزاوية 90 الربع الثاني اللي هو بين 90 و 180 الربع الثالث بين 180 و 270 والربع الرابع بين 270 306 ترجمة نانسي قنقر